أما الجزء التالي من أجزاء الشبكة فهو غرفة التجميع أو الراك وهي عبارة عن صندوق معدني ذو وجه زجاجي بمقاييس ثابتة أو قياسية أي يختلف فقط من حيث الطول ويتم به تجميع الكابلات ووحدات الشبكة المختلفة من سويتشز وباتش بانيلز وراوترز وغيرها وأي ملحقات أخرى ويزود الراك بمراوح حسب حجمه وذلك للقيام بعملية التبريد لارتفاع درجة حرارة الوحدات داخله أثناء العمل لأن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على آداء الشبكة سلبا كما نستخدم أيضا في تركيب وبناء الشبكة ما يسمى بآدات كابس الكابلات أو ال-RG45 وأيضا أداء لتثبيت الكابلات Impact Punch Down Tool وأيضا نستخدم أداة اختبار الكابلات بعد التثبيت Network Cable Tester ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر